السلام عليكم طلاب الصف العاشر يعطيكم العافية ورجعنا معاكم بحصة جديدة يا جماعة الخير بعد ما شرحنا حصتين حصة كانت تحكي عن وحصة بتحكي عن طيب اللي بدو سير بالحصة هاي بدنا نحل كل التمارين الموجودة بالكتاب على القواعد اللي اخدناها وننجز فيها بطريقة ممتازة ان شاء الله تعالى وبعد حصة اليوم راح ننتقل انا وياكم اتباعا الى القطع والمعاني باذن الله تعالى وراح نعجلكوا بالتصوير باذن الله تعالى وما نقصر معاكم يا جماعة الخير طبعا قبل ما يبلش الفيديو لا تنسوا ضروري جدا في معانا ورقة عمل اليوم احنا موجود فابتبعت لي مسيج ما راحوا استاذ ضيفني على هذا الجروب عشان انت اتابع معانا الحصص اول باول واوراق العمل اللي انا بعملها كل وحدة بوحدتها نبعتها للطلاب وما نقصر معاكم باذن الله تعالى طيب جميل رقز معاي ونشوف يا جماعة شو القصة اليوم حسنا احنا لما اخدنا البرزن بيرفكت شرحنا الو دلالات زي سنس وفور وقول واردي وجست ويعني ادوات كثير استخدمناها في قاعدة بريزن بيرفكت سيمبل مع انه كتابكم سهل الموضوع ومستخدم ادوات بسيطة مثلا في ان التمرين موجود بكتاب المدرسة بقول لي complete the sentence with the correct form from the verbs in brackets اوكي هسا سؤالك في المدرسة يا بيكون دوائر يا بيكون كتابي هسا اللي بحل الكتابي ما رح يتغلب بالدوائر رح تكون اموره سهلة باذن الله تعالى تعالوا نشوف كيف ونبلش باول جملة يا جماعة الخير بقول لي هنا اول خطوة دايما في الامتحان يا استاد انك بتحدد الزمن والزمن هنا لما يقول لي سبتمبر فهونا يعني معناها منذ منذ هذا الشهر انتو بتعرفوا الاشهر جنيوري فيبرو وري مارش ايبرل مي جون جولاي الى اخره منذ ذلك الوقت والى الان لحد الان هذا الشيء خلنا نحكي صار او موجود او الو ريزولت بالحاضر فمباشرة قاعدتنا بريزن بيرفكت طب استاد انا والله انسيت القاعدة بقول له معلش ولكن ضروري قبل هاي الحصة تكون حاضر الحصتين عشان تقدر اليوم تبدع معانا اوكي ولا مش اكي يا جماعة الخير بدنا نرطب الامور يلا فكانت قاعدتنا هي عبارة عن سبجكت بلس هيني انا بدي اذكركوا فيها بلس ايش اسمه يا هاب يا هاز بلس ايش اسمه التصريف التالت مع انه في الانجليزي بنقدر نستخدم هاب وهاز وبن زائد فيرب وينجي بس انتو مش مطالبين في بهاي الوحدة بشكل عام طيب هسه هون الفنق انه طلب مني نوت طب استاذ بتغير علينا اشي هون لأ يعني زي هاب مثلا بتصير هفنت او هاف نوت زي هاز بتصير هازنت او هاز نوت يعني مش قصة احنا قريضي شرحنا الافيرماتف والنيجاتف وحالة السؤال وابدعنا بالجزء الاول بالحصص اللي اخدناها طيب هسه منيجي هون تاني خطوة من روحة للفاعل الفاعل هون اذا كان عندك سنجلر فكنا نستخدم هاز واذا كان الفاعل او الاسم اللي انا بحكي عنه بلولر اللي هو اسم جمع نستخدم هاب غير هيك احنا شو قلنا لطلابنا بشكل عام اي فعل باللغة الانجليزية اخر اس از هاز واز داز بليز قوز استوديز اي اي فعل اخر اس هو اختلعوا له الفاعل المفرد طيب الاي ايش من عامل يا استاذ الاي في المضالع من عامل وما عملت الجمع يعني ما رح نحكي اي هازنا انه بسحبوا الانجليزي من الاردن الجمع الخير بضلش عندنا لغات يعني شو بنا نعمل عربي شوي هيكا بنعاني فيه ومع ذلك مع الدكتور محمد محروس بشرح لكم بالقواعد فما رح يتعانوا فيه وهي الانجليز ان شاء الله ما بتعانوا فيه فالامور بتمشي فاي هاز لا بالله عليك اه يعني اي هاز بنزع من بعض يلا المهم فرا حاجة يقول له اي هفينت اي هفينت طب عندك تختصرها او ما تختصرها ما في مشكلة وانتو طلاب اريدي شاطرين حافظين انه تصريف الفعل سي سو سين طب استاد انا التصريفات عندي مشكلة فيهم بقول له بسيطة في عشر حصص تأسيسيات يا جماعة خير موجودة على قناتي على اليوتيوب وعلى البطاقة بارفش اذا بنزلهم على البطاقة اخر فيديو فيهم رقم عشرة اسمه تصريفات الافعال لو انت ما لقيت هذا الفيديو بعتلي ما رحبا استاد بعتلي فيديو تصريفات ببعتلك يا وبتنحل مشكلتك نهائي باذن الله تمام اذا بتصير اي هفينت سين اذا سي سو سين لم اشاهد ولم ارى صديقي صديقتي لي اهو يعني هون لاني انا يعني بنت اعتبروني يعني لابس حجاب كذا زي ايه ماي بست فرند اسمه هذا لو اني انا بنت يعني صديقتي المفضلة اسمه فيش معقول انا استاد محمد يعني تكون صديقتي اسمه فمشكلة يا جماعة خير صح ولله طيب سن سبتمبر منذ ذلك الوقت اذا ذلك اشيء لم يحدث من ذلك الوقت لهذه اللحظة عشان هيك بسموه لا قادرين نحكي عنه ماضي ولا قادرين نحكي عنه حاضر هو فترة ممتدة من الماضي الى الحاضر يا سلام سلم ولا احلى من هيك وراحت الجملة الاولى يا كبير وتعال عالتاني ماشي التاني التاني اذا بتصفن فيها بقولك if you eat too many sweets if you eat بس درس الاف في كلوز ولعبتنا الصغيرة انا وياكو شرحنا يا جماعة الخير انه الاف الجملة تأيتوا بسموها جملة شرط والقملة التانية جواب الشرط يا سلام سلم حلو حسا جملة الشرط اللي تعلمناها احنا اللي هي تايب ون اللي بتحكي عن future outcome احداث مستقبلية جملة الشرط سواء الاف اجد في البداية او الاف يا جماعة اجد في المنتصف معناش مشكلة الامور حلوة تمام الجملة اللي معاها منحلها على زمن present اللي هو الزمن مضارع اللي هي جماعة الفيرب ون الفيرب اس don't doesn't is am are افعل المضارع اللي تعلمناها بالفيديو السابق تمام وجواب هالي ما بيكون معاها ادات الاف في كلوز اللي هو جواب الشرط منحلو على زمن اسمه الفيوتر زمن المستقبل وتعلمنا فعلين قديش فعلين حيلو فعل كان اسمه well plus الفيرب ون وفعل اخر كان اسمه طب استاد متى بنستخدم الwell ومتى بنستخدم الbe going to علمناكو يا فخمين يا شاطرين يا راعين ان الwell هي توقعات without evidence بدون دليل توقع يعني زي بقولك والله انا بتوقع اني اكوني الاول على الكرة الارضية توقع ما فيش مشكلة بس لما اجي قولك والله انا مخطط بعد بسنة اكوني في كلية الطب اذا انا عطيتك دليل ان انا عامل مخطط افوت مدرست الطب راح نستخدم الbe going to يا زايم بس شغلي كتير خفيفي ولطيفي وتعال نشوف كيف يب اجينا مسكنا الجملة قال لي if you eat يا سلام هاي مستخدم فيرب ون if you will you تعامل معاملت الجمع عشانيك ما اضفنا للفعل اشي اسمه اس if you eat too many sweets اذا انت جملة يا استاد بالزمن المضارع اتبريزنت اللي هو السيمبل المضارع البسيط فالجواب راح يكون future مستقبل طب استاد استخدم ول استخدم اقرار الجملة اذا اكلت الكثير من الحلويات راح يصير عندك وجع في المعدي انا هنا ما اعطيتك دليل من ضمن الخطط اني انا بخطط اكل حلويات عشان امرض او يصير معي مرض في المعدي لا انا بتوقع ممكن يصير معك مرض في المعدي ممكن معدتك اصلية باعفش الترتيب طبعا راح نستخدم راح نستخدم ول اذا هنا منجاوب مضارع وهنا منجاوب future زمن مستقبل وبما انه هنا فيش عندي ايش اسمه evidence يعني سوري اللي هو توقع with evidence مع دليل فراح استخدم الول اذا بتسير ايجابة يلا يول اها يلا امسك لي هذا الفعل بين قوسين انتو طلاب شطورين وفخمين هذا الهاب هو تصريف اول وبيجي منه هاد تصريف تاني بيجي منه هاد تصريف تالت اذا هذا جاهز ما بده ولا ايشي لان احنا اتفهقنا بعد الول تصريف اول وبعد البيجوينج تو تصريف اول اذا بتسير ايجابة يلا يول هاف استوميك راح يسير معك وجع في الاستوميك كلمة اك وجع او الام استوميك وجع في المعدة لما اقول لك توثك وجع بسنان هدك وجع بالرأس اها وكذلك حيلو خلصة التانية ولا بدها احلى من هي طب استاذ افرد مثلا مثلا يعني ايه اقع بتغني ليه بتغني اه ولو بتعرفاش الاغنية السلام نحنك بتعرفاش انو في واحد بيقول لك اني خسمتك يوم المهم الاف اجت في المنتصف يعني هاي الجملة بسموها جملة الشرطة انا لو معي فلوس تخيلوا انا معي فلوس زي جلال ابو مويس مثلا شو مقعدنا اشرح اليوتيوب صاحب ولا بتلاقوني زي جلال ابو مويس بطلع وكذا وزي المهم اف اي هاف مني لو انا معي فلوس هاي جملة الشرط طب المفروض الجواب يكون هون ايه ورح الجواب ايه ولا هو وره اذا الجواب هاي وصار هون الجواب طيب قريدي احنا قاعدتنا بتحكي عالتايبون بغض النظر في دليل او ما في دليل طلع هون شو قال لك كمان يعني بأكد لك هذا الاشي السنة الجاي يعني واضح انها جملة ون طب اصد احنا معانا الزيرو لا معانا الثوم لا معانا الثري لا بالوحدة الاولى مش موجودات طب اصد انا انشرح لي زيرو ون وتو بثي يا اخي خير وبركي الاستاذ بده فيدك ما فيش مشكلة بس الوحدة الاولى هذا هو اللي معاك ماشي يعني واضح انه انا بدي اجاوب هنا بما انه هو اختار هنا زمن المضارع ايوه انا رح اختار زمن المستقبل طب استاذ اه انا في عندي ولو في عندي بي قوين تو شو اعمل تعالوا شوف الجملة فيها افيدنس فيش فيها افيدنس اي اه بس بس تعال الله يعطيك الف عافية ساعدك اعطاك از و ام و ار اصلا قاعدة البي قوين تو هاي البي هون ايوه يا از يا ام يا ار فهو اريد يساعدك وما خلكاش يتحير بناتهم يعني والله شكرا لالو بس ومع ذلك حتى لو انه ساعدنا تعالوا نفهم احنا شو القصة بقولي اي ام لانه اي استخدم ام يلا شو التكمنه هنا قوين تو اي ام قوين تو انا سوف قوين تو وبعد القوين تو هاي بيجي فيرب ون طبعا انتو ظلاب شطورين حافظين انه باي بوت بوت باي بوت بوت مش بوت قارب باي بوت اشترى بمعنى الشراء انه هذا الفعل جاهز اذا اي ام قوين تو باي انا ساقوم بعملية شراء انيو لابتوب السنة الجاي انه هو حاط في باله ومخطط يشتري السنة الجاي لابتوب اذا هو ما عم بتوقع توقعات هيك ايوه اف اي هاف انف مني لو انا صار معي المصالي هو من ضمن المخططات اذا صار معه فلوس بدي اشتري لابتوب وما بقولك انا اعتقد اني ساقوم بشراء اللابتوب السنة الجاي ومش قاعد بتوقع هو قاعد يخطط اذا معنى الجملي بمعنى 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 اشي بمعنى مخطط له اذا هذا الاشي اسمه هاي هي كلمة لانا ببحث عنها انه هو في دليل في خطة في اشي بنعم القاعد عشان السنة الجاي اشتري لابتوب حاطة لو صار معي فلوس ايوه اما فوق هو مش مخطط اذا اكلت حلويات اني امرض اكيد مش مخطط له يعني ايوان بالله عليكم يا السلام سلم خلصت ولا في احلى من هيك طيب تعال علي بعد عمر اه يا عمر مالك بي كان يكون كنت كنت ما كنا اما الى اخره هذا فعل بي ان جوردن ياريت انكون حفظين تصريف البي از ام ار واز وير بن يعني حفظينهم تمام ان جوردن فور مور دان تو ويكس ناو اذا اخونا بالله عمر هو في الاردن فور مور دان تو ويكس ناو اكثر من اسبوعين يعني لمدة لمدة اكثر من اسبوعين يعني من اسبوعين وجاي وعمر في الاردن شو بتسوي يا عمر والله نزلت يعني هيك تغيير جو وزور الددسي والبيترا وآآ يعني جماعة هدول طيب ماشي على راسي عمر الخد روحتك ماناش مشكلة ميل علينا نطعميك من سف ندير بالنا عليك الى اخري اذا هاي القاعدة present perfect يعني هاي مش اف كلوز يعني ما نطبق هذا الاشي اي قاعدتنا هاي القاعدة كويس وهاي قاعدة اف كلوز يعني انا هيك كتبتلكم مختصر صغير عالقاعدتين موجودات معانا بالوحدة الاولى طيب بما انه عمر singular مفرد ايوه عمر شخص واحد اكيد مش راح استخدم هاب بسحبوا الانجليزي من الاردن راح نستخدم هاز فصارت عمر هاز اهه تعال على بي از ام ار هو التصريف الاول واز وير التصريف التاني بن هو التصريف التالت فصارت عمر هاز بن عمر هاز بن عمر كان في الاردن مور دان تو ويكس ناو اكثر من اسبوعين يا جماعة الخير طيب يا عمر اهلا وسهلا فيك وقلولو ولكم تو جوردن وحياك الله مرحبابك يا هذا بالظيف صبك هو يا ولد ما فيش مشكلة الامور تمام تعال علي بعدها اللعب هي باس انجليش اكزام اف بس الاف اجد في النص اقرالي هون هي ستاديز هيو فيرب اس يعني الزمن اللي هون عبارة عن زمن مضارع حلو انا لما يكون اف في كلوزه مع اي مضارع هاي جملة الشرط طب الجواب المفروض هون لا والله صار وراه اذا الجواب هيو طب الجواب شو طب ننجاوبه استاذ الفيوتر طب الفيوتر كم فعلين فعلين ولا بي قوينك تو اه والله مظبوطة استاذ ماشي نقرأ الجملة نشوف فيها دليل فيش فيها دليل بقول لي هي ايوة انه راح ينجح في امتاحا الانجليزي لو انه درس بشكل جاد يا جماعة الخير هون لما اقول لك اذا درس راح ينجح اذا كذا يعني انا هون بعطي توقعات عادية غير لما اقول لك عمر عامل جدول دراسي وبدرس اول باول يعني معطي كل الدلائل اللي تشير انه امر يعني ينجح انه انخطط لهذا النجاح بالاخير هو النجاح اكيد بيد الله تعالى ان شاء الله كلنا نكون من جماعة الناجحين والاوائل على مدرسنا ولم تسيروا توجيه السنة جاي تكون الاوائل على المملكة ان شاء الله كلنا كلنا باذن الله تعالى اذا هاي الجملة هو يتوقع هذا الشيء اذا راح استخدم مباشرة ول اذا هي ول طبعا الول ما بهمها لا مفرد ولا جماعة يعني هي ضابطة مع الكل اذا يلا هي ول وتعالوا على باس باس فعل مش موجود بجذول التصريفات الشاذة اذا اكيد باس باس آسف باس باس يعني ايدي ايدي بتضفلها تمام بس هنا انا ما في داء اصرفه خلاص هي جاهزة هو سوف يعبر وينجح في امتحان اللغة الانجليزية اذا اخونا بالله اذا تعب في دراسة اللغة الانجليزية راح ينجح اذا هاي بدون دليل طب انت الحالة قل لي رقم ستة شو بتحكي يلا نفس الشيء جملة بلشت بف هاي اف تمام هاي اف اف وي جو جو شو نوعها يلا احنا حفظين تصريفات جو وينت قن جو وينت قن قصعد كل شوي بيظل لك تصرف اه عشان ساعتك بحفظ التصريفات انت كطالب تظل لك تنساهم كل شوي فانا كل ما بعيد وبزيد بعيد وبزيد بعيد وبزيد راح افيدك تمام طيب اذا طلعنا افرنسا احنا مش عارفين ننزل على الحارة نشتري بسكوتي من اندبو حمد تعدك بس يا اخي اتخيل اذا رحت افرنسا في الصيف اذا اذا اشي مخطط له بالصيف سوف نطلع افرنسا طيب نزور برج ايفل اذا هذا مخطط مخطط رحلة بس هي بي قوين تو ومع ذلك ساعدك وعطاك استاذ هاي مش عار يا جماعة الخير اذا عندك مشكلة بالاختصالات في ملف كامل اسمه ملف التأسيس ورق وفي حصة اسمه حصة التأسيس رقم يا تمانية تسعة فيها الاختصالات انا كاتبلكو ياها كامل يعني انت اي اشي عندك مشاكل فيه باللغة الانجليزية ارجع لحصة تأسيس بوقت فلاقك واحضرهم راح تستفدي كثير كثير زي ما استفادوا طلاب قبلكو تمام إذن إذا أعطاك الأر كملها نحن سوف يلا وفيزت جاهزة بين قوسين ما معها أي زيادة إذن هذا الفعل المجرد إذن سوف نزور تور برج يجمة الخير طالوا كيف هدول الرسمتين حلونا القصة كامل يلا آخر حبي معنا آخر واحدة بقول لي هنا سوزن توقعاتي سوزن مش سوزن مش عارف بس هاي سوزن سوزن يعني هدولها شخصين اسم جمع ماشاء الله هم أصدقاء ليلى وسوزن وسوزان لخمس سنوات والله يدي من المحبة جمع الخير إذن من خمس سنوات للآن هم أصدقاء إذن هاي هذا إشي بلش من زمان وموجود لحد الآن يعني طب صاد قلبوا عباعت زعلوا جابت سندويشة نوتيل لو هي جابت سندويشة زعت على المدرسة وطعمين للنوتيلة مش طعمين للنوتيلة اسمها افرط الصحبة مش افرط الصحبة يعني ما أقل لي شو صار يعني هون النهاية مش محددة عشان هيك بنستخدم زمن اسمه بس أنا هون بحكي عن شخصين هادا اسم جمع فما رح حكي ليلة هازا أنا ححكي سوزن انت ليلى هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يبغل اسم جمع هيك يلاه! تعالوا على ب! إ ممتقلة طلاب شطرين responsibility قبل شوي صرفناها ب! شو بتصير يلاه? بن. إذن هاباً هم كانوا أصدقاء لمدة خمس سنوات سكرينشوتاتكو طالعا كيف طحنا للتمرين هاد ولا محتاج أي شي بالمر يلا سكرينشوتاتكو للإجابات طبعاً هاي تمريه الكتاب أنا حط لكواعدو سي أساس إنه يعني يكون معانا مساحة في الشغل والشرح بإذن الله يعني إذا بتلاحظوا بكتاب المدرسة والله الكتاب 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 فين الكتاب الكتاب أشوف بالله هاك أيها هيا طلعوا كيف تمرين هيك المساحة مش مساعدتنا في الإجابة فأنا أعملكوا أوراق عمل بس بدون ما حطوا لكوا الطيرين هادولا والمعلمين والجماعة إلى آخره نرجع لموضوعنا يلا نيجي على التمرين اللي بعده التمرين اللي بعده طالبنا بيسير لاخم فيه ام لاخم والله جد موضوع جداً بسيط بدي أبسطها لك بطريقة محترفة أبداً هيك تروح سريعة هو بقول لي شايف هادولة الدلالات اللي أنا معطيك إياهم اللي هم تعبيرات الوقت اللي أنا معطيك إياها مانع الشاشة نهبلت اللي عليك صح صحيح آه يلا اللي أنا معطيني إياهم هون اللي هي طب أستاذ أعطينا طريقة سريعة اللي إحنا نخلص من هذا الموضوع رجزه هس أنا لو أعطيتكو آآ شريط زمن أعطي شريط الزمن خلن نحكي الساعة ستة وإجيت أعطيتكو هنا الساعة تسعة إذا قلتلكو هذا الموضوع استمر من الساعة ستة للساعة تسعة يعني أعطيتكو فترة زمنية أو قلتلك هذا الإشي قاعد ثلاث ساعات مثلاً قاعد مدة ثلاث ساعات إذا هاي فترة طويلة من الزمن فكل فترات اللي بعطيك إياها بتعطيها فور حلوي هاي شوفوا الثاني هسا بتفهموها بس لو أعطيتك شريط زمن وقلتلك الساعة ستة بالضبط منذ السادسة بس ما قلتلك من ستة للتسعة ما قلتلك لسنة ما قلتلك تلات الشهر ما قلتلك يعني ما أعطيتك فترة زمنية أعطيتك الوقت المفصل الوقت المحدد فالوقت المحدد بأخذ سنس كيف يا أستاذ تعالوا نشوف باللون الأحمر 2005 هل أنا حكيت من 2005 إلى 2009 لا 2005 بس لها ميلاديا إذن وضحت الوقت إذن حتقولي يلا بس منذ 2005 شوف لي التاني خلصنا من الأولى تاني ثلاث أسابيع ثلاث ساعات ثلاث أيام ثلاث دقات لا بمزح المهم هديك أغنية جديمة فرا حاجة يقولي يلا لمدة ثلاث أسابيع لمدة ثلاث أسابيع يا سلام طب شوف لي لبعد يلا مش تقول لي ثلاث ساعات تفضحناش بين الأجانب بالله عليك تعال الساعة ثلاث الساعة ثلاث بتكون عندي وقت محدد رح أقول له منذ الساعة الثالثة أيوة تفضحناش بين الأجانب بالله عليك تقول تلا الأجانب بيدوروا على نحف علينا المهم إذن هيخلصنا منها طب أغسط يلا جانيووري فبري وري مارش أبريل ميد جون جولاي أغسط أغسط شهر تمانية آه أنا هيك أغسطس بسموه باللغة العربية خلنا نحكي فأنا ما قلت لك من شهر أغسطس مثلا لا شهر خلنا نحكي سبتمبر إلا ما قلت لك من شهر فلان أنا بالعكس أعطيتك الوقت المفصل رح تقول لي يلا منذ شهر تماني خلصت طبعا محلاها الملاحظة اللي كتبتها ولا احنا من هيك 10 سنين 10 سنين لمدة 10 سنين ما قلت لك 10 سنين فترة زمنية 10 سنوات هدول مباشرة رح تقول يلا لمدة 10 سنوات يا كبير يا سلام طيب مع السلامة الله يسر عنها طب لما أقول لكم دي خمس دقائق بس خلاص انت حتقول لي لمدة خمس دقائق تمام؟ رح لي بعدها الصيف الماضي ما قلت لك يعني صيفين منذ الصيف الصيف اللي راح اللي مضى رح أقول له يلا منذ الصيف الماضي هاي وقت مفصل حلو تعالوا علي بعدها يلا لمدة ساعة خلاص بقول له فورا اتغلبنيش لاني انا في مطلق قاعدة تمام؟ مع السلامة لما كان عمرها 6 سنين بس هيها اللي بعدها لمدة سنة بقول له بس لمدة سنة فور ايير لمدة سنة وبس يا كبير هيك صرت محترف بالسنس والفور وسكرين شوتاتك بالشغل اللي اشتغلناه بتلاقي الأمور جدا لطيفة ولا بتغلبكو بالمرة دايما انا بطبع بحب بخلص شرح بروح بحل تمرين الكتاب ما بحب الشيكة افوت على تمرين الكتاب مباشرة وغلب طلابي معي وكثير طلاب بقول له أستاذ الأشياء اللي منوخدنا منحس انها تكررت معانا من التاسع طبعا 100% جمعة الخير طيب هذا التمرين احنا مرح يعني انا احل الخمس جمل بس بدي اساعدك بجملتين عشان انت تفهم الفكرة لانه ما بس الاسد اللي حلي 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 الطالب كم عمدو يشتغل طيب بقول لك هو معطيك خمس فراغات تعبيرات الوقت اللي فوق هس احنا اختار منهم حبتين تكتب جمليتك يعني زي مهارة قواعد وتعبير مع بعض ايك بدي يرتب لك الامور باستخدام ايش اسمه الهاف والهاز والفربي طيب تعال بالله نسرق لنا اكم حب من فوق هيك الصريقة هون حلال يعني بس مش الصريقات الثاني حرام بالله عليك والله بدي انا استاد ايه اسرق كلمة she was six اوكي رح ايجي استخدم كلمة she was مثلا six years old طيب بدنا حب بثاني عشوائية عشان هيك يعني نجرب هيك an hour او خلنا احكي last summer او last بدنا ايشي تاني نشوف والله هيك عشوائي يعني نفترض مثلا ten years طيب هاي ten years اوكي هاي ten years وبدنا نالف جمل طيب تعالوا انا ياكو نفكر هيك بجمل بالعربي وبعدين انترجم ممكن واحد يقول لي والله هي خلنا نفترض في هذه المدرسة موجودة منذ كان عمرها ست سنوات كانت في المدرسة كانت في المدرسة كانت في المدرسة طيب بما انه بحكي هي راح اقول له شي بما انه بدي اطبق هذا الزمن بدي انا يا ها في هاز يلا شي هاز هي كانت كانت يكونوا كنا كنتوا ما كانوا اه فعل البي يلا هي كانت في ان هذه المدرسة في هذه المدرسة طيب من متى هي اختنا بالله في هذه المدرسة يلا ما تقول لي هيك الدلالة مباشرة بتقول لي يلا منذ ايوة يلا كان عمرها ست سنوات بس خلصة تعالوا نجرب على بعد عشر سنين ممكن واحد اقول له قاعد بدرس انجليزي او درس اللغة الانجليزية لمدة عشر سنوات كويس مثلا نفترض هو هو يعني هي هي يا ها فيا هاز راح اقول له هاز هو درسة بتصير بتصرفها تصريف تالت طب ايش اللي درسه استاذ هو درس اللغة الانجليزية طب قديش قاعد يدرس اللغة الانجليزية لعشر سنوات لي 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 فور اه اللي اتدربناه في التمليل الفوق لمدة عشر سنوات طلع كيف هيك هيك فهم الدلالة فهم القاعدة فهم الضمير فهم الفعل وتقدر تكون جملة بس يا كبارة هيك الامور كويسي جدا يلا سكرينشوتاتك وانا سبتلك انت كمان اتألف ثلاث جمل على كيفك ولو انت حاب مثلا يا استاد تبعتلي الايجابة وصلح لك يا انا ما عندي مشكلة طايم اخدنا سكرينشوتاتنا نيجع التمرين لبعده هاي كل تمرين الكتاب انا بجمعها باوراق العمل هذا التمرين هو معطيك جزء من الاف وبقول لك كمل لجزء الثاني يعني انت ألف يعني استخدم لك خيالك هسه خيالك بطل موجود اه بس لو عاد يقول لك احكي لي قصة هسه بتصير تطلع لي افلام هندية كمان طيب نشوف والله شو بده هذه البدايات بالنوع الاول من الاف زي ما تقول هنا اعطاك جملة باف هنا معطيك الجواب يعني هنا بلش باف هنا معطيك اف فبده الجواب هنا معطيك اف بده الجواب هنا معطيك الجملة بدك تعطيه اف انه زي ما تقول واحدة حط الاف في البداية واحدة بالنص اوكي نيجي على الاولى اذا انت تريد هاي استخدم الزمن المضارع زي ما تعلمنا اذا انت بدك تود رسالة لك تود ايش رسالة شو ممكن انا اتخيل اذا انت بدك تود رسالة ممكن اجي اقول له انتبه ان تكتب العنوان صح تكتب العنوان صح مثلا فراح اجي اقول له يو طيب وبما انه مستقبل وما في خطط هون يو النيد انت ستحتاج مثلا او يو الهاب انت يجب عليك اوكي اه تورايت ان تكتب اه شو منه نكتب استاذ تورايت ذا رايت ادرس العنوان الصحيح هاي امثلة انا من رأسي بألفها انت ممكن اني تزيد وتنقص انا بهمني انك استخدمت ويل معاها ايش فيربون كجواب الشرط اذا هون راح اقول له you will have to write the right address او ادرس ان تكتب العنوان الصحيح عشان توصل لجرسالة هيك انا تخيلت ممكن راح تتاني يقول لي اذا انت تريد ان ترسل الرسالة انتبه انك ما تخطيش في الكتاب مثلا ايه حالي لعزمة المستقبل اذا هون داكت حال مضارع you will do well at school انت ستفعل بشكل جيد في المدرسة طيب مثل واحد بزبط في المدرسة اذا درسي كويس فراح اجيقل له if you اذا انت ودرس راح اقول له study طبس اذا هون ليش ما طبقنا well لانها هي جملة الشرط وهي جوابها الجواب اجي قبل حلو اذا هون استخدمنا you study استخدمنا if you study hard اذا انت درست بشكل جيد بس اذا هون استخدمنا study التصريف الاول تعالوا علي بعدها if you do a first aid course لو if you do اذا انت عملت الفيرست aid course لدورة الاستعفاءات الاولية انا رحت اخذ دورة استعفاءات الاولية شو راح اجيقل له والله راح اساعد الناس سوف اوساعد الناس فراح اجيقل له كالتالي if you do a first aid course you will سوف اذا هون ما في تغطيط you will help ستساعد مثلا people ستساعد الناس مثلا in street في الشوارع اذا صار معهم مثلا accident if there is an accident تقدر تكمل خيالك زي ما بدك المهم انا استخدمت هنا well زائد طبعا صد ليش استخدمت هنا مستقبل لانه جوا بالشرط اوكي ولا مش اوكي 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 طبعا لا تنسى وانت بتحضر بالفيديو بالله عليك هل سوفوت وكتب لك هيك على اليوتيوب تعليق كويس تعليق جميل جدا او بروح الانستجرام اه حط لي هيك ستوري منشنني بحب الطلاب يمنشنونه واشوف اداء الطلاب والابداع تاعهم يا جماعة الخير تعالوا علي بعد لانه هنا كثير طلاب بس هيك يعجبوني والطالقات بربحهم هدايا بنهاية الفصل ديروا بالكو هدايا محرز يعني اكيد مش راحة يعني اربحك فيلا بجزر المالديف مثلا او اعطيك سهيارة مرسيدس يعني طول بالك مش لهيك انا ممكن اقول لك اوكي برابحك فيلا وبخليك تروح تشوفها ع طريق المطار تتفرج عليها وقل لك هاي الفيلا اليك تمام بس تحكيش لهذا وخليك تروح تصور معها تروح بس هي مش ليلك بس يعني المهم تمام يلا نرجع لموضوعنا اذا انت بتحب تطلع غطلات الرحلات طيب ممكن اجي اقول له انا اسابي المثال كالتالي اه يو اذا انت بتحب تطلع عطلات مثلا يو اه مثلا خلنا نحكي اه طبعا هنا انا مش عم بعطيكو مش عم بعطيكو خطة يعني مش ان انا مخطط بس انت بك تطلع رحلات معينة او عطلات يو مثلا ستحتاج انك تخب شوية مصاري اذا انت زلما بتحب الطشات والطلعات يعني طب مصاري مش كل شوية تشتريلي ملون وكبر بضوي وتضيع مصاريكو عشي يعني خبي جيبها الحصالي وخبيها المصاري فكرة حلوة اذا هون انا ما بحكي عن الخطط انا بقول لك يعني انا بتوقع اشي انه انا بتوقعه وانك لازم تخبي مصاري عشان هيك اجابة هذا السؤال فكل واحد بيقدر جاوب بده ياه المهم ان احنا فاهمي القاعد يلا اخر حبة واحد بقول لك اي اختصار اذا نستخدم الزمن المستقبل تمام ما انت روح واحد بروح الدكتور اذا اذا هو مريض روح حاجة اقول له يلا فيل اذا انت تشعر بل انك مريض اذا هون انا استخدمت فيل كتصريف اول كزمن مضارع يلا سكرينشوتاتكو هاي كتبنا لكو اكم جملة خفيفة لطيفة وممكن انت كطالب تكتب جملة اخرى وتطلب مني يعني اذا صح ولا مصح انا ما عنديش مشكلة استاذ خلاص هيك امورنا تمام خلصنا القاعدة طب يعني ده في مجال هيك تمرين واحد بليز بالله عليكم هذا التمرين اشي زمان اخدته حطينه معاكم هيك زي كمراجع وعشان خلص هذا اخر فيديو قواعد عشان انا هسا يعني اكون بلشت بعديها صورتكم معاني قطع قبل ما يجي امتحنت شهر الاول يعني نزبط كل امور فيمتوا كيف المبدأ وضروري تبعتوا لي ما رحبوا استاذ متى يعني بنزلونكم معادي بس رح اصور قواعد لا باذن الله تعالى يعني رح اصور لكم حتى على منصة دراستك رح اصور لكم المدى كامل ابشر ابشر يا جماعة يعني اه غاليين والطلب اه رخيص زي ما بيحكوا طيب شوفوا لي شو اللي ساروا هون انا بس رح اذكركم هيك ملاحظة سريعة تمام قبل ما ابلش مثلا من الادوات اللي احنا تعلمناها من قبل كلمة معناها كثير الكثير طب كمان معناها الكثير طب الآن شو الفريق بين اه وبين مني مني للاسم المعدود والوت غير معدود نوجatters front كثير من الماء الوت مثلا اسم غير معدود ومني لسم ا Starbucks المعدود تمام اه اني ومك للاسم الغير معدود اوكي معناها الكثير ولكن غير معدود طيب اني هيتستخدم ايا من معناها ايا ايا من اي من هيتستخدم خلنا نحكي بالنفي اهو في السؤال يعني ممكن يستخدموها بهذا النوع إذا بتتذكره. والأني تستخدم مع الاسم المعدود. يعني شغلة معدود وغير معدود إذا بتتذكره. أسه نشوف كيه. طيب مني مع الاسم المعدود. القليل لما اجحكي آآ مثل سبيل المثال آآ آآ خلنا نحكي. القليل من الماء. طيب يعني معناه قليل وهي معناها كثير. يعني الفرق هنا قليل وكثير. طيب. إلى بعدها الكثير وأني وتستخدم هاي لغير معدود وهاي للمعدود. بالنفي والسؤال. طب متش معناها الكثير وقليل معناها القليل. لان هاي كثير وهاي قليل. هاي غير معدود وهاي غير معدود. تعالوا نفهم القصة طبعا من الجملة. انت صعب تختار بين هدول غير تفهم مع الجملة. عشان نعرف شو القاعد. وي مست نت ويس تايم. وي هاف وارك تدو. لدينا عمل القيام به. هذا اسم غير معدود. وارك عمل. مش قلت لك واركس كفعل كاسم لدينا الكثير من العمل. فلما اقول لك اسم غير معدود راح تستخدم كلمة ما راح تستخدم كلمة ملي. تمام? اذا الكثير من العمل. هاي سبب الاستخدام. لانه غير معدود. البعدها. طب استاد المتش لمين? لغير المعدود. استبعدها. اكتب ملاحظة المتش لغير المعدود. اذا راح استخدم كلمة اني. وغيرها قال لك يعني يفضل استخدام اني مع النفي. والسؤال. لا يوجد ايا من الطلاب في الصف. حلوة. اللي بعدها. يعني هون ليش مش عم بشرح القاعدة كامل لان هو حط هرامة رجع كل الصف اللي قبله واشرح لكل قاعدة كامل وحصة وحستان وثلاثة ونضيع وقتنا بالاخير هي بس شغلة معدود وغير معدود. طبعا كيف ده اعرف معدود وغير معدود? انا اسم اني حكيت كتير. معدود يعني اسم يقبل الجمع. زي بني بنز. ستودنت ستودنت. سكار كارز. فيمتو كيف امنا ما تحكي ووتر ماشيش حكي ووترز. ماشيش حكي رايسز. رز سكر شاي مي كده ممنوع. تبع. بيبين معه. اذا علي فاوند بنز قروش. اه ها قروش مصاري يعني هده اسم معدود. طب استاد بزبط مع الاسم المعدود انا استخدم مثلا هون لتل ومني. نقرأ الجمع عشان اعرف هاي معناها قليل وهاي معناها الكثير. يستر دي علي فاوند الكثير من البينيز اون دفلور. سو هي واند تو كيف ديم تو دا بوليس. اذا راح اجي اقول له هون مني بنيز الكثير من هذه القروش. اذا ما راح استخدم كلمة ايش? لتل القليل من. طيب تعالوا علي بعدها. نور واند شوبينج. اند لاكت في اكسبنسيب ادريس. دات شي واند تتو باي. لقت فوسطان عجبها بدك يشتري. ما شاء الله لها. however she didn't have money. يلا money اسم غير. كيف استاد? المصاري تجيبت بتنعدي. عم يسيبك من المصاري تجيبتك. كلمة money في الانجليزي لا تقبل الجمع. ما بسيش احكي money's. غلط. بضحك علينا اجانب. فهون بما ان اسم غير معدود. ما راح استخدم كلمة اني. لانها مع المعدود والنفي والسؤال. فرا استخدم عداء اسم ايش? much. اذا she didn't have much money. لا تملك الكثير من المال. طب استاد ما فينا في هون. ليش ما استخدمنا اني? اني لازم يكون الاسم معدود. هاي. اني لازم يكون الاسم معدود. هاي حلنا فوق. طيب. تعالوا على بعدها. as i walked down the street i saw a poor man. والله لقيت رجل مسكين وحياته صعبة. he wanted food. طعام. اه اكل. ما بسيش احكي food. زياني هاد اسم غير. معدود. طب استاد. كلمة قبل شوية انت قلتني. يعني تستخدم مع الاسم الغير معدود. ايه. هنا معدود. ما قبلناها. طب هون انا عندي غير معدود. والمتش كمان وين راحت قبل شوية المتش 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 حية. مع الاسم الغير معدود. طب بعدين كيف ده اختار بناتهم. يلا متش معناها كثير ولوتن معناها قليل. درجع معنا الجملي. انها دول التنتين لغير معدود. ماشي. as i walked down the street i saw a poor man he wanted. لقيت واحد محتاج. محتاج الكثير من الطعام. يعني مثلا اروح اجيب له كافيار مثلا طب هو يعني انا ممكن الوضع يكون اصعب منك مثلا بس يعني بدي ساعدك. اه فهذا الرجل الفقير يحتاج. القليل يعني اعطيه شوية اكل يعني. بس بس شوية اكل. اذا على المعنى ما راح اقول له الكثير من الطعام راح اقول له القليل من الطعام يعني التنتين بزبطوا. بس على المعنى هي الافضل. so i give him some. اعطيته بعضا من بعضا من. اذا هذا التمرين اخدناه من قبل. خدوا سكرين شوتاتكو. هني ذكرتكو فيه بشكل سريع. بدون ما اخرب الدنيا. واخد منكم عشرين الف ساعة. واذكركم بالتمريد. قواعديا يعطينا الف عافية. حس العرض اللي كان موجود سواء على البطاقة او على اليوتيوب اللي هو القواعد. انا شو قلت للجماعة قلت لهم قواعد ما بيكفي. الطلاب بتحب القطع والمعاني. بعد هذا الفيديو راح اصور المعاني والقطع لطلاب جراستك وطلاب اليوتيوب ما راح اقصر معاكم. اهم شي تعمل سبسكرايب للقناة. تنشر القناة. تخبروا زملائكم. اصد محمد ما راح يقصر معانا. حيو عم بشرح بالمادة. داير باله علينا يا جمعة الخير. واحط لك تعليق جميل زي هيك. ومن شناتك ومش من شناتك وحلبش تكناتك. ويعطيكو الف عافية كبار. وزم نشوفكو بالحصة الجديدة. والى اللقاء.